التفاصيل الشخصية لقد أنهني تقريبا كل المفاهيم والمواضيع الأساسية سنركز الآن أكثر على المسائل العملية الفنادق، المطاعم، الطرقات، المحلات والأسواق لنبدأ بملء استمارة بمعلومات شخصية من المهم جدا معرفة ذلك عادة تبدأ هذه الاستمارات بالاسم الأول ومن ثم الشهرة عادة عليكم كتابة العنوان حيث مكان الإقامة عنوان كتابة كتابة بمفيدالك اسمشرة شم رحب شم رحب رقم المنزل مسפר بيت مسפר بيت مدينة مدينة إر إر رمز بريدي ميكود 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 وطبعا اسم الدولة الدولة مدينة 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 ميشبختي ماتساب مشبختي يهتمون أيضا بالجنسية جنسية ازرخوت ازرخوت احيانا يودون معرفة خبرتكم المهنية أو الوظيفة على الرغم من أن الكثير من الناس لا يعملون في المهنة التي تعلموها وظيفة مهنة مشلوخ يد مكتصوة مشلوخ يد مكتصوة طبعا لكل واحد تاريخ ميلاد تاريخ ليدا تاريخ ليدا حتى ولو زرت بولدان عدة في رحلتك عادة يريدون معرفة أين بدأت نقطة انطلاق الرحلة نكودات متلمسة نكودات متلمسة وطبعا يريدون معرفة وجهتك وجهة ياءد ياءد عليك ذكر هدف الزيارة عمل أو متعة هدف الزيارة متغة هبكور متغة هبكور متغة هبكور أو على الأقل اكتبه في مكان إضافي رقم جواز السفر ميسبار هداركون ميسبار هداركون رقم الرحلة ميسبار هاتسا ميسبار هاتسا ميسبار هاتسا تأريخ نعم ممكنة توقيع بأيلور توقيع حتما حتما